لا يقرأ لا يستطيع أن يقرأ كلام الله ولكنه متمسك بالقرآن كيف؟ يذهب عند إنسان أو يفك المذياء ويسمع كلام الله الله عز وجل يقول عن هؤلاء وإذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واحد كان من أهل المدينة ما يحسن يقرأ يا إخواني ولكن عندما دخل المدينة كل ما يدخل مسجد رسول الله يذهب عند إنسان يجيد القرآن فيقول له أرجوك أن تقرأ علي القرآن من أجل أن يستمع ففي يوم من الأيام دخل هذا الرجل معه المصحف فوجد رجل شاب يقرأ كلام الله عز وجل فجلس بجانبه قال أريد منك أن تقرأ لي شيئا من كلام الله عز وجل من أجل أن أسمع فقام هذا الشاب يقرأ يقرأ وذاك يسمع الذي لا يجيد القراءة يقرأ يقرأ حتى وصلوا عند آية فيها سجدة فسجد القارئ وسجد المستمع فقام القارئ ولم يقم المستمع وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتون لعلكم ترحمون من رحمة الله عز وجل به أن قبل الله روحه وهو ساجئ الله أكبر